هي مبادرة تسعى من خلالها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى وضع ركائز متين لتمكين التقدم والنمو الصناعي ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لترسي ركائز التنمية المستدام للقطاعات الصناعية في الإمارات تفاصيل المبادرة مع الزميل أحمد الزعبي هي ملحمة بناء واستثمار في سبيل النهضة بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات اليوم نحن أمام دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين ليكونوا جزءا من استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الحديث هنا عن مبادرة إصنع في الإمارات فهي خطوة واعدة للدخول في القطاع الصناعي الإماراتي مبادرة مختبر إصنع في الإمارات هي مبادرة مشتركة ما بين القطاع الصناعي في الدولة من القطاع الخاص من الشركات الخارجية والشركات الوطنية لدعم المنظومة الصناعية مع الوزارة وتكون شريك استراتيجي نضمن من خلالها توفير برامج تدعم هذا القطاع الصناعي وركزنا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع برنامج مختبر إصنع في الإمارات هو برنامج يغطي شراكات كثيرة مع مختلف الشركات وبدأنا بشركة بروكتر أن جامبل العالمية في برنامج أكسس أسميز البرنامج يستقطب ما يقارب من 20 إلى 30 شركة من شركات الصغيرة المتوسطة وأيضا تقريبا ما يقارب 10 إلى 15 طالب من طلاب الجامعة في مراحل مختلفة من السنوات الدراسية إذن نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز الثقة في المنتج الإماراتي وتنمية القدرات الكامنة عند أبناء الإمارات اليوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ارتأت أنها تستثمر الموارد الموجودة في الدولة وتستقطب أيضا الكفاءات والخبرات من داخل الدولة ومن خارجها ونقلها بشكل فعال لهذا القطاع الصناعي والدعمة اليوم نفتح من خلال هذا البرنامج أسواق جديدة للمنتج الإماراتي أن يرقى ويقدر ينافس المنتجات في أسواق خارج الإطار التقريدي هذا جانب جدا مهم ومن خلاله ومع شراكتنا نحن مع القطاع الصناعي من الشركات الكبيرة سواء كانت شركات عالمية أو شركات وطنية نقدر أيضا نعزز دور المشاركة في هذه المنظومة مع بعض وأخيرا الشيء بالشيء يذكر هنا فالإمارات تعيش نهضة صناعية شاملة فبوصلة الصناعة تتجه نحو المشاريع الصناعية الوطنية وتطويرها ورفضها بعناصر النمو المستدام